ماذا سيحدث لك بالاسبوع الثالث من شهر عشر اكتوبر عام الفين واربعة وعشرين سنقرأ ذا البرج الرائع جدا صاحب الصفات المميزة هو بحتل المراتب الاولى في الذكاء وقادر من كلمة واحدة يعرف ماذا يدور في رأسك هكذا بنحكي عن البرج الرائع جدا المميز مولود برج العذراء الرجاء من الجميع اللايك التجيعي والاشخاص الجدد ما ينسون بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض باذن الله تعالى بشكركم يا اصدقائي ايضا التعليقات الرائعة جدا اللي بتكتبولي اياها اللي بترفع عندي الطاقة الايجابية كل الحب والتقدير لكم يا اصدقائي نرى يا اصدقائي كيف سيكون لسبوع الثالث مع مولود برج العذراء اتقي شر من احسنت الي هناك شخص كنت دائما تمده بيد العون وتساعده وعمرك ما رديته خائب وهذا الشخص المقربين لديك وهو من الدائرة الاولى هو من الابراج المائية هذا الشخص بمدك بنصائح مغالطة وقد يغير اهدافك التي تسبو اليها وبتحدث عنك في الخلف امام افراد العائلة او الاصدقاء المقربين طريقة غير لائقة بهدف ان يقلل من قيمتك وقدرك بإذن الله تعالى استأتيك رؤيفي وانا بتحدث الان هذا الشخص لا تتردد انك تواجهه بشكل مباشر وتترده من حياتك انه هذا الشخص قد ما تعمل معه خير ما رح يبين فيه بل يبدل خيرك في الاساءة بهدف اذيتك وتشويه سمعتك الله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل مكروه اقتربت من تحقيق احد الاهداف التي تسبو اليها وخصوصا ستفكر ان تقم في شراكة مع احد الاشخاص المقربين من حولك وايضا هو من الدائرة الاولى ومن الابراج المائية هذا الشخص بالذل الله تعالى استأتيك رؤيه فيه وانا بتحدث الان هو يحبك بمعنى الكلمة سبحان الله هذا الشخص من الابراج المائية وهذا الشخص من الابراج المائية ولكن كل واحد بعود الى اصله يا مولود برج العذراء استفكر بهذا الشخص انك تقوم معه بعمل مشترك بينك وبينه ولكن بدك تفكر مش للعشرة للعشرين يا مولود برج العذراء لانه هذا الشخص هو ذكي جدا ولكن من النوعيات اللي بيلزق بشغلته يعني بعد ما تقوم هذه العلاقة او هذه الشراكة هي ممكن تحس بشكل ايجابي مش سلبي يا مولود برج العذراء يعني هذا الشخص هو يعود لك بالنفع وطاقته ايجابية عالي جدا ولكن هو نوعيته قيادية فكالتالي قد تصطدم انت وياه بعض النقاشات الحادة اللي قد يتغلب عليك فيها وانت ما بتحب حدا يغلطك حتى لو كان كلامه صحيح فأدرس هذا الموضوع مالية قبل ما تأخذ اي قرار حاسم هناك بعض النقاشات والخلافات بينك وبين الشريك بسبب الامور التي تزداد على عاطق من المسؤوليات ومصاريف هذا الموضوع رح يخليك تعيد ضبط مصاريفك من اول وجديد وهدفك لك تقلل من هذه المصاريف رح تلاحظ هناك العديد من المصاريف العالي جدا عندك وستنجح لك تقللها يا مولود برج العذراء وسعيته رح تقدر تدفع بمصالحك المالية الى الامام بحب اعلمكم يا اصدقائي انا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات يلتحت اسفل الفيديو كل اخر شهر الما بيحالفوا الحظ هذه المرة ما يزعل ان شاء الله في الفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون احد الاشخاص الربحانين معي بهذه القراءة اما للتواصل على طريقة الواتساب تلاقوا رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو في صندوق الوصف مراتا بكتبه في التعليقات اما الاشخاص تربح معي قراءات خاصة القراءة كشف كامل روحاني عاطفيا مهنيا تبقعات الاشهر القادمة باذن الله تعالى وملئة ايضا بالنصائح اللي بتدفع بمصلحتك الى الامام واذا كان في موضوع معين او مشكلة معينة او متعرض للحسد او السحر او الاعمال السفلية نتناقش فيها بشكل مباشر وباذن الله تعالى بنلاقي لها حل دائما يا اصدقائي لكل داء فباذن الله تعالى الدواء الشافي كل الحب والتقدير لكم يا اصدقائي وان شاء الله القادم سيكون افضل افضل مع محمد الزين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة